كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة بعنوان الرجال من كوكب المريخ والنساء من كوكب الزهرة وهذا الموضوع هو على هامش الجدال والنقاش الذي يضور ببلادنا خلال هذه الأيام حول مسألة المدونة وما سوف تأتي به من مضامين جديدة تخص الأسرة سنحرص بإذن الله تعالى خلال الحلقات المقبلة أن نتحدث عن قضية المدونة ولكن ليس من باب الشؤون القانونية والفصول المرتبطة بالأحكام ولكن نريد أن نغوص في نفسية الرجل وفي نفسية المرأة نريد أن نتحدث ونتعرف عن النزع العاطفية عند الزوج والزوجة بل نريد أن نتعرف عن نمط التفكير عند الرجل الذكر وعند المرأة الأنت نريد أن نعرف حقيقة هذه الأمور من خلالها سوف يسهل علينا أننا نصل إلى توافقات غايتنا أننا نحقق الحياة الطيبة الحياة الطيبة لا تحتاج منا كثير معاناة وإنما يكفي أن الإنسان يأتي بنية حسنة ويأتي بفطرة سليمة والله سبحانه وتعالى يذلل أمامه كل الصعاب لماذا تختارنا اليوم الموضوع حول النساء من كوكب الزهرة والرجال من كوكب المريخ هذا عنوان كتاب شهير لطبيب نفسي من أمريكا طبيب نفسي شهير جدا فتح عيادته لاستقبال النزاعات إيجاد الحلول للنزاعات بين الأزواج والزوجات ولكنه بعد مدة بعد أكثر من 30 سنة من اللقاءات اليومية مع الأزواج والزوجات أثمر فكره كتابا واضحا نريد أن نتحدث عن بعض جوانبه ملخص الفكرة هي أن بين المرأة والرجل اختلافات كثيرة الرجل عنده منطق للتفكير وعنده نزع عاطفية معينة وعنده رؤية للكون مختلفة والمرأة عندها ربما عكس ذلك صعب جدا أن يقع توافق بين الرجل والمرأة وهذا الموضوع هو سيكون في مصلحة الشباب لهما في مقتب العمر مقدمين على الزواج لا بد أن يتعرف عن هذه الأشياء أما المتزوجون فيكفيهم أنهم يقارنون ويحللون الفكرة تقول بأن في الأزل كان هناك كوكب اسمه المريخ كما تعلمون السماء مليئة بالكواكب ومليئة بالنجوم ومليئة بالأفلاك ومن بين أعظم الكواكب الضخمة المعروفة كوكب المريخ كوكب عظيم وضخم قيل بأنه كان يستوطن فيه الرجال كان همهم الوحيد هو العمل ثم العمل يعملون في التنمية يعملون في الحفر يعملون في البناء يعملون في الزراعة يعملون في التكنولوجيا يعمل متعته في العمل غايته في العمل والأفلاك تدور حولها فإذا بكوكب يظهر أمامهم كوكب وردي اسمه كوكب الزهرة هذا الكوكب كانت تستوطن فيه النساء الآلاف من النساء يعتنين بجمالهن ويعتنين بشعرهن ويعتنين بمظهرهن وكيف تعرفوا هذا الكوكب سمعوا ضجيج ضجيج كثير ينبعت من هذا المكان ضجيج يعني نحن نعرف فيما يكون النساء يكون الحوار وكي كل الكلام في الحمامات الشعبية كنعرفوها الظاهرة بل حتى في مناسك الحج والعمرة الخيام دي الرجال تكون شبئ هادئة ولكن الخيام دي النساء كنسلوا فيها الكلام كتير حوار كتير أحيانا ثرثرة معديرة ولكن هذا الواقع فهؤلاء الرجال قالوا هذا الكوكب من يستوطنه قيل بأنهم بعتوا برسائل من المريخ إلى الزهرة رسائل بحل لمساج فتوصلوا برسائل أخرى جميلة رسالة فيها فيها ألوان وردية وفيها كلام منمق فأعجب الرجال بها دي الرسائل وبقيتها كل الرسائل بين الرجال كلامهم خشن الرجال كلامهم خشن لأنه يسمون بالجنس الخشن خلقوا من تراب والنساء كلامهن مزوق ولطيف والنبرة في صوتهن عميقة وخطهن رائع لأنه يسمون بالجنس اللطيف لم يخلقنا من التراب كما خلق آدم وإنما خلق من ضلع الرجل فهو جنس لطيف قيل بأنهم توعد أن يلتقي أين يلتقيان في كوكب المريخ أم في كوكب الزهرة اتفق على أن يلتقي في كوكب آخر يبدو جميل فيه نسيم عليل وفيه بحار وأشجار وأنهار إنه كوكب الأرض تواعد معا ونزلوا إلى كوكب الأرض وحينما نزلوا سيجدون بأنهم مختلفين في نمط التفكير وفي الجانب العاطفي وفي رؤيتهم للأشياء ومن ثم قرروا التزاوج وحينما تزوج تزوج كل الرجل بمرأة الذي وقع دخل بعد مدة قصيرة في اختلافات وفي نزاعات وبعد ذلك بدأ العراق وبدأ الخصام وكان ضروريا أن يقع هناك قوانين تفصل بين الرجل والمرأة ما سمي فيما بعد بهذه المدونة فالمدونة تريد أن تضع حدودا فاصلة بين الحعوق والوجبات التي تربط بين الرجال والنساء هذا الرجل وفي الحقيقة الطبيب النفسي هذا من صنع الخيال هو لم يكن البشر في كوكب المريخ ولا في كوكب الزهرة البشر كان أبونا آدم وأمنا حوى في السماء ثم ربنا عز وجل قال لهم اهبط إلى الأرض وكان هناك التكليف وكان هناك الابتلا لكن الغاية التي يريد منها هذا الفيلسوف من خلال كلامه أحول الكوكب الزهرة والمرأة هو التباعد والاختلاف البين بين الرجال والنساء كل منهم له منطق تفكير أولا من حيث اختلاف الطبائع بين الرجال والنساء فكون الرجال كانوا في المريخ معنى طبع الرجال قوي الرجل قوي بطبعه ويحب المغامرة ويحب أنه يكون دوما في المقدمة المرأة هي كائن لطيف وكائن رقيق الإحساس ودائما يريد أن يكون مع الرجل يكون معه وليس منافسا له الرجال هم في أمس الحاجة إلى النساء تبين من خلال المعاشرة بأن الرجل يحتاج إلى المرأة ولكن يريد أن تشعره المرأة بأنه قوي وبأنه مهم أو باللغة المتدولة يكون استسيد الرجل يحب أن يكون عنده السيادة لكن المرأة هي ما تحبه من الرجل هي أن تكون معززة مدللة إذا سألت النساء ماذا تريد من الرجل أن يقدرني وأن يشعرني بأنني معززة وأنني مدللة الرجل إذا أرد أن يحكم المرأة عليه أن يخلق في يد الإحساس عليه أن يصل إلى أن ينجح في العزفة لدى الوطر لكي تخلق هذا الإحساس تشعر بأنها معززة مكرمة مدللة أما المرأة إذا أرادت أن تكسب قلب الرجل عليه أن تشعره بأنه قوي وبأنها تحتاج إليه هو السيسيد إذا لم يكن هو يعني غيبقى دائما بأنه عندها تشعر بنقصان تشعر بخوف تشعر بضياء بعدم طمأنينة هذا ما توصل إليه هذا الفيلسوف والطبيب النفسي يعني أن الاحتياج لكل واحد منهم الرجل أيضا يريد من المرأة أن تشعره بالثقة أن تثق فيه مد بأنه ضعيف مد بأنه غلب الرجل لا يفع رأي البيضاء الرجل لا يغلب الرجل لا يبكي الرجل قوي عنده عنده الثقة بالنفس والمرأة عليه أن تتقبله كما هو قد يكون في بعض الصفات هنا أو هناك لكن تتقبله كما هو أما المرأة فالتي تحتاج من الرجل أن تشعر يشعرها بالرعاية والتقدير الرعاية يعني النفقة ينفق عليها يغدق عليها من ماله يشتري لها الحلي يشتري لها أفخر الملابس يخرجها إلى الأماكن السياحية تريد أن تعيش اللحظة فعليها الرجل الذي تحترمه وتقدره هو الذي يرعاها ويقوم بشؤونها ويقدرها أما الرجل فهو يريد من المرأة أن يشعر بالثقة بالنفس تعظمه تقول إنه رجل سبع أنه رجل دائما أشعره بأنه هكذا الرجل لا يقبل أبدا من المرأة أنها تنتقده في قدرته ولو على سبيل النصيحة قد يكون رجل فيه ضعف إما في بنيته وإما في مواقفه وإما في أفكاره لكنه لا يقبل أبدا أن المرأة تنظر إليه بأنه ضعيف الشخصية قدراته متواضعة ولو على سبيل النصيحة هو لا يرفض المرأة عكس ذلك هي الذي يهمها هو من الرجل أو الذي يخدش مشاعرها ويخدش نفسيتها هو أنه يقاطعها عند الكلام ولا ينظر إلى مشاعرها لأن المرأة هي عند عند وحد البئر غائر من المشاعر عند بركان مشاعر تحتاج كل فترة أخرى من الرجل أن يقدر مشاعرها وينظر إليها نظرة نظرة بأنها سيمفونيا وكأنها قطعة فنية لما يتكلم الرجل والمرأة المرأة مثلا هي كلامها لا يحمل على وجه الظاهر مثلا امرأة إلى قتلك اوه أنا أشعر بالضيق أنا أشعر بالتعب ما معنى هذا الكلام الترجمة ترجمة هو أنها تريد أن تحصل على عطلة على إجازة أن تسافر أن تبعيدها عن مكان القفص الزوجي ما هي تقول لك لمرأة أنا تعابت وكن شعور بالضيق ونيم عينة يعني هي تقول لك بطريقة غير مبشرة فهم رأسك السفلان خرجني سافر بيا ترى بيا مبرعني مبتعني هذا هو الكلام أما إذا قالت المرأة قتلك طلقني طلقني ما معنى هذا الكلام معنى أريد منك المزيد من الاهتمام لا تقصي أنك أنك تطلقها كان عارف واحدة عادة دي الناس تخصم مع المرأة ديالو قلت لي وطلقني قاله يعني ما تعودش ديك ساعة شاب سيارة وصل المحكامة دار بطاقة تعرف الوطنية طلاق اتفاقي خرجه بعد نصف ساعة مطلقين ويندم ندما شديد لما طلقها ومن اللي فاق من الشهوة ديالو ديالرجول أو ديالقوة بيرزع مرة تانية قد 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 صعوبة كبيرة هذا كثير من الرجال ربما لا يفهم طبيعة المرأة إلا قالت لك طلقني طلقني معنى هذا قالت لك أريد منك المزيد من الاهتمام إلا عندك شي اهتمام وعندك شي عاطفة وعندك شي أعطيها ما عندك شي دير وحد وحد الفترة دير النقاحة ريت ما تستجمع قواك ومالك ثم تعطيها هذا الأمر المرأة هي أيضا حديثها مع الرجل وتفكيرها مختلف الرجل في الغالب يفكر في القضايا الكبرى دائما تفكير دياله ينصرف إلى قضايا كبرى إلى المسائل هي مشاكل معضلات لكن المرأة لا تفكر إلا في الصغائر طبيعتها هي تريد أن لا تعظم الأمور هي دائما تنظر إلى الأشياء ببساطة وتنظر إلى التفاصيل الدقيقة حتى داخل البيت داخل المطبخ داخل صالة الجلوس داخل غرف النوم داخل تبحث عن التفاصيل الصغيرة وتعتني بها تفكيرها كذا خلقها الله تعالى هكذا الرجل يفكر في القضايا الكبرى في مشاكل المديونية مشاكل المصاريف مشاكل كذا وكذا حينما يقع هناك نوع من عدم التفاهم كالقو بأن الشخصية دي المرأة تختلف عن شخصية الرجل الرجل هو بحل حزاب المطاطي حينما لا يتفاهم مع المرأة في الغالب الرجل يهرب إلى الكهف شنو الكهف دي الرجل هو الانعزال يحب العزلة الرجل يحب الاستقلالية مني ما كيتفاهمش مع المرأة يقلب أنه يهرب إلا كان من المتدينين غادي يمشي الجمع ولكن رمضان غايقول نويته الاعتكاف وينعزل إلا كانش واحد ربما من ناس العاديين غادي يهرب المقهى أو غادي يهرب مكان فيه رياضة أو حتى خمارة المهم يبتعد ينعزل روح لعدد الرجال الآن كتقام يوميا مدمنين على الجلوس والطرقات في المقاهي أو لقدر الله لا يسترنوى إياهم يكونوا في الخمارات لا تظن بأنهم هؤلاء يبادلون الله بالمعصية وأنهم موسيئون هؤلاء هاربون هؤلاء يعني يعني وقع لهم واحد نوع من الضيق هربوهم شو أي مكان يلقوا فيه رحتم وإلا غير تاكب جريمة يقول لك وانتوب إلى المولى تعالى ولمش يرتاكب شي معصية أكبر ضرب أو جرح أو تفضي إلى القتل والعياد بله فالرجل طبيعة هكذا فهناك يوصي الخبراء دي النفس إلى اشتراج الهرب ومشى الكهف دياله نعازل وخدخل البيت قد يدخل إلى غرفته قي يخد جريدة أو كتاب أو هاتفه ونقل وقد يدخل وحد العالم مغلق المرأة الدكية أن في هذه اللحظة ما تكلم معه خلي أنا راحته هناك يوقع النزاع هو أنا بغير يدخل للكهف دياله ويكي تقول لي وكلمني واتحاور معايا واجهي نحل المشكلة دابا وقت غير مناسب هذا الوقت منك يدخل للرجل ديالك للكهف دياله إلى ذاته إلى الإنعزال خليه يرتاح خليه يستجمع الأفكار دياله خليه يرتب الأولويات حتى يكون على بال عادك سعى قدميليه الشاي أو قهوة قل لي بالتي أحسن وتملكه وتوصل إلى ما تريد فالرجال كيش بهم حل أحزم المطاطية دريكي أما النساء كيش بهم حل أمواج الموج الموج يكون يكون مرة غادي مزيان مرة تكيهي طبيعة عادية لا تدري هاد الموج وش عنده القاع غائر ولا عنده القاع عادي فالمرأة لما تغضب الرجل الدكي بغي يحكمها هو أنه يكون مستمع جيد أنصت إليها المرأة بعد مرات هي لا تريد حلول ما بغت حلول تقول لي هزم ما ينبغي أن تفعل كده وكده بعض الرجل كي تحول هو إلى طبيب نفسي يقول المرأة تقول لي هاي عندك وكي يبدو إلى التحليل نفسي هو خطأ هي بغت منك أغل استماع أحسن طريقة باش تدربوا حد خمسين في المياه باش تجاوز المشكلة مع الزوجة ديالك إلا كانت غاضبة كن مستمعا جيدا خليها تتكلم وعطيها أعطيها راحتك ولو أنك غتتقلق لأنه بعد مرأة قد تتكلم على أشياء طويلة وعارضة ما عندها علاقات قد تجبديك الماضي الصحيق وتنتقل المستقبل وتعود ترجع للحاضر وتطول في الكلام وتوقف التفاصيل الدقيقة أعطيها شوية الراحة خليها تتكلم غترتاح هي قد تشعرها بالراحة أنت كن غير مستمع جيد وحتى الآخر ممكن تقول لها بعض الحلول المناسبة ولكن ما يهمها أكثر هو أنك تعترف بقيمتها وتستمع إليها وإياك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر